مرحبا على مقر موقع يلا كورا حيث ذو جد الزميلة العزيزة مريم سميح اللي حتقول لنا على آخر يعني الأخبار وأهم العنوين والمنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورا نحن وراء على فكرة ها شوفت بقى ازاي؟ طب نعمل باي باي وكتب بس يا كريم يا مريم صباحا تقول لعليك أهلا بك تفضلي سمعينك صباحا الخير عليك يا كريم صباحا الخير عليك يا نهواندو وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع يلا كورا وزي ما انت قلت بالضبط يا كريم هيكون معانا طبعا لتحليل كل العنوين اللي هتكون معانا النهاردة الأستاذة الصحفية مننا عمر صحفية بموقع يلا كورا خلينا الأول نستعرض العنوين اللي هتكون معانا النهاردة فيه جولتنا الصحفية والبداية من العربية دوت نت مدرب ليفر بول صلاح ومانيلا يشربان الكحول ومن يلا كورا بابي يونكت بارس ويوسكت ريال مادريد في دوري أبطال أوروبا ومن موقع في الجول منشاستر سيتي يدوك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا وأخيرا من موقع كورا دليل جديد على اكتراب هالند من الليجة طبعا هيكون معانا لتحليل كل هذه العنين الصحفية من عمر الصحفية بموقع يلا كورا نرحب بيكي طبعا على شاشة قناة نادي الأهلي دايما من نوران ومشاربان صباح الخير عليك يا ماريوم وصباح الخير على كريمونة هوندو في الستوديو وصباح الخير على كل المتابعين قناة نادي الأهلي منا خلينا نبدأ يعني بتصريحات طبعا يورجين كلاب مدرب ليفر بول كان بيتكلم عن فكرة تعافي أو يعني عودة صلاح وماني للقائمة الرئيسية ده طبعا بسبب أن هم لا يتناولوا الكحول وده بيساعد على يعني يمكن عودتهم بشكل أسرع يمكن عكس بعض اللعيبة التانية طبعا زي ما كلنا تابعنا يعني محمد صلاح بعد نهائي أمم أفريقية كان يوم 6 فبراير سافر أو رجع على إنجلترا يوم 7 يوم 10 كان موتش بتاع ليستر سيتي هو يعني نزل مع الفريق تدريب جماعي واحد بس أو ما شاركش طبعا مع ليستر سيتي من أول المباراة لكن هو قدر إنه ينزل بديل الحقيقة محمد صلاح بيقدم يعني هو بيعرف يتعامل كويس جدا مع جسمه فهم طبيعة جسمه كويس احترافي جدا 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 في الأمور البدنية بيعرف يتعامل معها كويس وده ظهر طبعا إنه موتش بيرنلي كان أساسي هو وماني اللي كان لسه راجع برضو من الفاينال بتاع كس أمم أفريقيا الحقيقة كلوب ما قالش كده بس على صلاح وماني لكن هو قال إنه مش مندهش من ده بالنسبة له ده أمر عادي جدا من صلاح وماني قال كمان إنه هما اللي اتنين بيمثلوا قوة من قوة طبيعة في ليفربول فنتمنى ليهم إن شاء الله التوفيق النهاردة عندهم موتش مع مع انتر ميلان وعندنا يا مريم زي إحصائية صغيرة كده عن صلاح قدام انتر ميلان هو لعب خمس مباريات أربعة منهم بقميس روما لما كان في إيطاليا طبعا والمباراة الخمسة كانت مع فيرونتينا وسجل هدف الفوز لفريقه مع روما هو ما سجلش ولا هدف ضد انتر ميلان بس قدر إنه هو يفوز مع فريقه في ثلاث موتشات وتعد المباراة وخسر المباراة أخرى من بارح كان فيه مواجهة طبعا قوية جدا كل عشاء السحر المستديرة كانوا حرسين إنه هما يعني يتفرجوا عليها أكيد في دوري أبطال أوروبا ما بين باريس سان جرمان وريال مدريد شفنا كمان يعني يمكن ما سي ضيع ضربة جزاء كل الناس تكلمت عنها وكان يعني ممكن يتسبب في خسارة باريس سان جرمان ولكن في الحقيقة الحقيقة قدر باريس سان جرمان في الآخر إنه هو يحقق فوز في دوري أبطال أوروبا فوز مهم جدا عريال مدريد باريس قدر يطلع من المباراة بالشكل اللي هو عايزه هو كسب في الآخر كسب بقى في الدقيقة 94 كسب في أول المباراة المهم إنه هو حقق اللي هو عايزه لكن الحقيقة ماسي هو مش لاقي نفسه مع باريس لحد النهاردة ماسي دي يعني توتل دي خامس ركلة جزاء بيضيعها في دوري أبطال أوروبا وهو عادل بكده رقم تريون ري أو ستوريت أرسنال السابقة طبعا فيه كمان يا مريم أرينا الصبح كان فيه تقرير من إزاعة مونت كارلو راديو ماركا عن أسفة كانت بتقول إن نصر الخليفي توجه إلى غرفة الحكام ما بين شوطي المباراة وده أصار جدل كبير جدا بعد ما باريس كسب طبعا في الفلدية 94 خصوصا إن التقرير كان بيقول إن المباراة ما كانش فيها أي جدل تحكيمي خالص باستثناء طبعا رجلة الجزاء اللي أهضرها ميسي فطبعا هما بيتساءلوا عن سبب تواجه نصر الخليفي ما بين شوطي المباراة وبعد كده باريس كسب في الشوط التاني فطبعا هي فيها تنويح لحاجة يمكن كمان يعني النهاردة أغلب عنواننا بتتكلم عن دوري أبطال أوروبا الحقيقة إن منشاستر سيتي قدر طبعا إن هو يحسم تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا خماسية دي بتصعب المهم على الإشبونة إن هي تعود في مباراة القياب يعني يمكن نتيجة كبيرة جدا فرأي فيها إيه؟ والله يا مريم الحقيقة أنا بقلق من ربعيات جوارديولا وخماسيات جوارديولا إنه بتجي على دماغنا في الآخر طبعا نتيجة تقيلة جدا إن هو يكسب برأ أرضه وخمسة صفر ولو إن مش هتفرق لإنه طبعا مع إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض فمش هتفرق طبعا هي المهمة تصعبت نوعا ما على سبورتينج لشبونة في العودة على ملعب الاتحاد لإنه هيبقى مطالب إن هو يكسب خمسة أو أكتر من خمسة بحيث إنه لو تعادله يبقى فيه أكسرا تايم على حسب طبعا القاعدة الجديدة لكن مع جوارديولا صراحة كل شيء ممكن وكل شيء بيحصل يعني هو بداية اللي بيعمله في الآخر بحاجة بسيطة جدا فخلينا نشوف إن شاء الله يحصل إيه طبعا هالند يمكن تقارير صحفية كتير تكلمت عنه أكيد مهاجم بروسيا دورتموند إنه هو بيأمل أو بيطمح إنه هو يكون في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة هالند يمكن لسه صغير عامل أكيد شغل كبير جدا ولكن هو شايف إنه مستقبله اللي جاي في إسبانيا خاصة إنه هو عايز يلعب في نادي يكون بينافس في دوري أبطال أوروبا ويمكن ده هو اللي ممكن نشوفه الأيام اللي جاية ولكن كمان كان فيه كلام في تقرير كورة عن فكرة شرط الجزائي اللي بيبلغ 75 مليون يورو ده يمكن مبلغ كبير بالنسبة لهالند أو النادي كمان اللي هيتعاقد معاه خاصة إن كان فيه كلام أيضا عن تعاقد هالند مع برشلونة ولكن ليس قبل أن يتحسن الوضع المادي لبرشلونة كلامك صح جدا هالند عايز يروح دوري إسبانيا أو يلعب ما بين صفوف أندية الدوري الأسباني فهو ما قداموش غير خيارين ريال مدريد أو برشلونة ريال مدريد مكسف جهوده جدا إنه هو يتعاقد مع كليان بابي وخصوصا كمان إنه هو هيبقى فري فده بالنسبة له ده الأولوية كان زي ما أنت ما قلت التقارير كلها بتقول إن هالند أقرب لبرشلونة بس ببرشلونة لازم يعدل الوضع المادي بتاعه طيب هو مؤخرا تعاقد مع شركة رعاية دهت له مبلغ كبير جدا حوالي 270 مليون يورو فده هيساعده إنه هو يقدر إنه هو يتعاقد مع صفقات جديدة في الصيف الصيف الجاه هيبقى المركاته ساخن جدا علشان الناس كلها في تقارير كمان أرينوها في صاحب سبورت الكاتنولية كانت بتقول إنه هو محتاج إنه هو ممكن يتنازل أو يضطر إنه هو يبيع ثلاث لعيبة منهم ديمبلي منهم لوك ديونج ومنفس ديبي طبعا ديمبلي أصلا مصاب ببرشلونة ما قدرش إنه هو يستفيد بيه خالص ولو هيخرج مجاني لأنه هو مش عايز يجدد فقدامه إنه هو يستفيد من إنه هو يبيع لوك ديونج ويبيع منفس ديبي بحيث إنه هو يقدر يوفر النفقات علشان يدفع الشرط الجزائل لهلن ويقدر إنه هو يدفع له الراتب لأنه راتب بتاعه طبعا أكيد هيكون كبير جدا منا دايما بنشكرك طبعا ومنورانا مشرفانا على شاشة قناة ناديل مرسي يا ماريب نورتون مرسي طبعا كانت تحليلاتنا الصحفية مع الأستاذة الصحفية من عمر الصحفاء بموقع يلا كورا لكل العنوين الصدرة صباح اليوم الأربعاء من داخل موقع يلا كورا أشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى نحن بنشكرك جزير الشكر زمنتنا العزيزة مريم سميح وأكيد كمان الشكر موصول لضيفتك الأستاذة من عمر ترجمة نانسي قنقر